ممكن تتعامل مع حالة محمد جمال انها حالة استثنائية صعب تكرارها في مصر بس تفاجأ يا مؤمن بعدها بكم يوم في طريق المينيا طريق المينيا الصحراوي حصل حدث سيارات حدث سيارة فتحركت سيارة اسعاف تابعة لمرفق الاسعاف وفيها سواء ومسعف وهم بينقلوا المصابين للمستشفى لقوا كيس في فلوس في مية وخمستاشر الف جنيه الفلوس ايه مية وخمستاشر الف جنيه حد معاهم لا المصابين راحوا فين المستشفى والعربية عم مكشوفة خلاص شكرا وصاحب الفلوس لا اذكر اذا كان على قيد الحياة ام توفاه الله يعني مش عايزة اجزم بشيء ايه المهم المية وخمستاشر الف يستطيع انه ياخده ببلتها سهولة ده العربية مؤمن تبقى ماركونة مش عارف جوه ايه بعد ما بلغت بسرقتها تيجي تستلمها تلاقيها ما فيهاش كاسة ولا ولا ازاز ولا طفاية ولا الكلام ده بتتفضى من اللي فيها فالمهم المية وخمستاشر الف الراجل قرر انه يرجحه المسعف والسواء جم اهالي بقى اصحاب الحادثة او الضحايا بتوع الحادثة قالوا الراجل ساب حاجة او كده قالوا والله العينة كيز فيه فلوس تصرف يعني رائع ونبيل علينا احنا اهم قد المسعف والسواء المية وخمستاشر الف شباب غلابة ده بالمناسبة يعني لو قلبت جيبه لو طلع معا 80 جنيه بقى قرامة وممكن يكون لو متجوز ومخلف مد كل عائل 10 جنيه عدية انا بجيب لك من الاخر ومعتمد على كله لحمة كده يقضي به اربع تيام العيد بس راس باله قرامته اعتزازه بنفسه ايه ده اوه فيه ناس في البلد كده اه معقولة يعني فيه ناس لسه فقر فقر المال لكن اغنياء بعبفة النفس اه فيه دروس ممكن ناخدها من فقراء مصر بالشكل ده اه وبسطاء مصر اه هم فقراء المال لكن اغنياء من التعفف مش عايزين نقلبها انتشا وموعزة بس هروح لنموذج تالت حالة